اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لا يرغب فيهم ولا ما عندهمش نفس الافكار اللي عند الحزب ديالو بزاف ديال التوعوذات كانت عن مهاجرين لكن واش هاتشي هذا اعطاله اوكل ديالو واش فعلا حزب فوكس خرج شي اصوات واش خرج شي مقاعد هاتشي اللي غدي نشوفو ده بغا نشوفو اولا النتائج من بعد غدي نحللو واش هات النتائج هذي غدي تتمكن الحزب الشراكي باش يكون حكومة داخل كتالونيا ولا ان الامر محسوم خاص تعاود الانتخابات اول شي غدي نشوفو يعني النتائج نتائج هي كالتالي 42 مقعد سجلوا ولا حصل عليه الحزب الشراكي اللي هو الحزب الشراكي العمالي ديال بيدرو سانتيز وبزعامة سلبادورية وزير الصحة سابقا في حكومة بيدرو سانتيز الاولى ديال سنة 2019 2020 حصل على 42 مقعد 35 مقعد حصل عليها الحزب جونس بير كتالونيا جونس بير كتالونيا باختصار هو من حزب يعني انفصالي محظ 100% 20 مقعد حصل عليها حزب اسكرار ريبوبليكانا اللي كان كيحكم سابقا للعلم راح تفن انتخابات السابقة ديال 2021 ما كانتش الاغلبية عند هاد الحزب الانفصالية والحزب ديال بيدرو سانتيز بقيادة سلبادورية غلبهم في الانتخابات غير هما تحلفوا عليه وقدروا يشكلوا الحكومة بقيادة اسكرار ريبوبليكانا الحزب الانفصالية قدرت تشكل الحكومة بقيادة اسكرار ريبوبليكانا كيجيموراه كيما قلنا اسكرار ريبوبليكانا بعشرين مقعد يعني طاح بواحد شكل كبير بعد ما كان يعني سجلت قريبا 29 مقعد في الانتخابات الماضية 15 المقعد سجلها الحزب الشعبي 11 المقعد سجلها حزب فوكس عاد كتجي الأحزاب اليسارية المتطرفة من بعدها تشيادة كامل هذا دليل على أن الكتالان الكتالان يحبذون الحزب الاشتراكي يعني طريقة اللي غادي بها بيدرو سانتيز بالنسبة لكتالان وحدات كتالونيا مع إسبانيا هاتش يجبت لكم هذي نقطة تحسب لبيدرو سانتيز رغم يعني اتهامه بتواطئ مع الانفصاليين في كتالونيا رغم يعني هاد الشي كامل اللي داره بيدرو سانتيز هاد الحملات الشريسة المسعورة اللي كان بيدرو سانتيز باش يشوه الصورة دياله داخل إسبانيا إلا أنه قدر يتفوق أنه يوحد كتالونيا مع إسبانيا شنوه المشكل المشكل هو أن في الوقت المشكل يكون داره 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 اليمين يمين الإسباني فاش كانت حكم الحزب ديال الحزب الشعبي بالقيادة ديال ماريانو الراخوي في ذاك الوقت هادك تمك بدات منزع الانفصالية في كتالونيا علاش لأن كثرة ما فرض قوانين قوانين كانت ضد حقوق الإنسان ضد الحقوق العمال ضد كل ما هو عدالة اجتماعية بدأ كيفرضها الحزب الشعبي أولا الاقتصاد ديال إسبانيا زعزع ثانيا هاد المنطقة ديال الكتالونيا رفضات هاد القوانين اللي كانت يفرضها عليهم بحكم أنه عنده أغلبية مطلقة في إسبانيا وقالوا لي ما تفرضش علينا احنا شي حاجة مبغينا إذن باش نقدروا نحلوا هاد المشكيل هاد انتع القوانين اللي كانت تفرضهم علينا راضي نطلبوا الانفصال هنا فين بدأت النزعة الانفصالية راه ماشي بيدرو سانتيز اللي كي يغدي النزعة الانفصالية بالعكس السياسة ديال بيدرو سانتيز جات من أجل توحيد إسبانيا وبدأ بيدرو سانتيز بالعفو لهذا الناس هاد ماشي يعني من أجل تبخيص الأعمال اللي قاموا بها بالعكس من أجل الوحدة ودائما كنك يردد هالكلمة هذه الوحدة في إسبانيا تحتاج للتسامح هذا هو الشعار ديال بيدرو سانتيز فهنا السؤال اللي كي بقام تروح واش بيدرو سانتيز واش اعتدر سلبادور إيا الرئيس ديال ديال الحزب الشراكي اللي انجح في الانتخابات في إسبانيا واش قادر يشكل الحكومة ولغ يوقع عليك موقع للحزب الشعبي في الانتخابات العامة ديال إسبانيا واضطر أنه يعني يحكم بيدرو سانتيز لكن هنا الأمور شوية معقدة علاش لأن الأرقام ما كتعطيش لا يعني السلبادور إيا أنه يشكل الحكومة ولا الانفصاليين علاش لأن هنا فاش كنشوف انفصاليين ما عندهم مش القدرة باش يشكلوا الحكومة معا من غ يتحلفوا يتحلفوا مع الحزب الشراكي استحيل أنه حزب الشراكي هو اللي غير إلا بغوا يتحلف وا الحزب الشراكي هنا فالحالة هذه الحزب السراكي هو اللي يحكم هنا الحل اللي كان شوف أنا فعلا هو انه باش ما تتعاودش الانتخابات الحزب ديال اسكيرا ريبوليكانا والحزب ديال جونس بير كاتالونيا وهما انفصاليين يتحالفوا مع الحزب الاشتراكي هذا هو الحل باش ما تتعاودش الانتخابات سينو غاديتتعاود الانتخابات مئة في المئة وكن نظن ان هذا هو الطريق اللي غا تمشي له لان اليوم يعني الرئيس ديال جونس بير كاتالونيا من المهجر خرج وعلق على الامر وقال في الخطاب دياله ان بين الحلول القريبة جدا هو اعادة الانتخابات فالانفصاليون في كاتالونيا يخسيرون غالبيتهم امام الاشتراكيين بقيادة سانتيز خسرت الحزب الانفصالية التي حاكمت كاتالونيا لمدة عشر سنوات اغلبيتها في الانتخابات الاقليمية التي جارت الاحد مع تقدم واضح الاشتراكيين بزعامة رئيس الوزراء الاسباني بيدرو سانتيز وبعد فرزت مئة وتسعين في المئة من الاسوات لم يتمكن حزب معا من اجل كاتالونيا جونس بير كاتالونيا المتشدد بزعامة كارليس بويكديمون وحزب الاصلاح الدستوري المعتدل بزعامة الزعيم الاقليمي المنتهية ولايته بيري اراهونيس وحزب اليسار الجمهوري الاصغر من الحصول الا على 59 مقعدا فقط من مقاعد البرلمان الاقليمي البالغ عددها 135 مقعد اي اقل بكثير من 68 مقعد لازمة لتشكيل اغلبية وحصل الاشتراكيون كاتالونيون بقيادة سلفادورية على 42 صوتا وهو ما يزيد قليلا عن المتوقع من استطلاع الرأي نشرة بعد انتهاء السويت ما يعني انهم سيحتاجون ايضا الى اقامة تحالفات لتشكيل اغلبية حاكمة ورغم حظ الاشتراكيين غالبية الاصوات في الانتخابات الاقليمية السابقة لسنة 2021 الا انهم لم يتمكنوا من تشكيل اغلبية فيما وصل الانفصاليون الى السلطة باقتلاف مكون من 74 مقعد في ذلك اللحظة هذيك كانت جونس بير كاتالونيا واسكرار ريبوبليكانا كان عندهم اصوات كتر وقدرت اسكرار ريبوبليكانا تحكم بالدعم جونس بير كاتالونيا ب74 مقعد ونجح الاشتراكيون بزعامة رئيس الوزراء بيدرو سانتيز في اظهار تراجع المشاعر الانفصالية هذه النقطة اللي خدم عليها بيدرو سانتيز منذ سعوده للحكم في اسبانيا هو تراجع المشاعر الانفصالية في كاتالونيا وهذا الشيء هده فين كيت ترجم كيت ترجم في صناديق الاقتراع من بعد عشرات السنوات ديال السيطرة على صناديق الاقتراع من طرف الاحزاب الانفصالية غد يجي يحطم هاتش هذا كامل بيدرو سانتيز باش بالسياسة دياله ديال تعايش وديال رفض الكراهية وعدة امور وزير الصحة السابق خلال جائحة كوفيد سيتعين عليه العثور على شركاء لتشكيل اغلبية وهو ما عجز عنه سنة 2021 هو الفرضية التي يرجحها المحللون هي التحالف مع اليسار الراديكالي الذي يحكمون معه على المستوى الوطني ومع الحزب الاكثر اعتدالا بين الانفصاليين الذين خسل الكثير من المقاعد في هذه الانتخابات في هذه الانتخابات كتالونيا مغادش تحالف مع سالبادوريه عنده عشرين مقاعد يعني ديال الحزب ديال اسكيرا الريبوبليكانا وعنده ستا ديال المقاعد ديال الحزب ديال انكوموبودين ولا سومار الحركة ديال سومار ما يسمى بسومار هنا الى قلنا 42 والعشرين هي 62 ويلازنا لهم ستا هي 68 لاصقة يعني بهذه الطريقة يقدر يحكم الى جونس بير كتالونيا عقدات الامور وقدر يتحالف مع هاد الاحزاب اللي اصلا تحالف معهم فيدرو سانتيز على المستوى الاسباني ككل قد تكون فرصة مهمة جدا باش يقدر يحكم في كتالونيا ويلحكم في كتالونيا الحزب الاشتراكي يكونوا على يقين ان الانتخابات المقبلة قد يكتزح ويقدر يوصل الاغلبية مطلقة علاش ان الستراتيجية اللي وضعها الحزب الاشتراكي حاليا اسبانيا استراتيجية لارضاء الجميع استراتيجية مهمة وهذه المسألة هذه قد تقدر تلعب حتى الحزب الاشتراكي على المستوى الاسباني فرغم كل يعني الرسائل دي الكراهية اللي استعملوها الاحزاب اليمينية في كتالونيا بوعود لطرد المهاجرين بوعود لغلق المساجد بوعود وعود 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 كتيرة للاسبان الا ان الاسبان في كتالونيا اظهروا انهم يرفضون الكراهية يرفضون العنصرية هذا هو الاساس وهذه الرسالة اللي كانتظن انها وصلتهم كما يجب تحياتي لكم اخوان اشكركم على حسن المتابعة التي من ديركم والدعم ديركم المتواصل لقناتنا نشوفكم ان شاء الله فيديو اخر ومضوع اخر تكونوا دائما في احسن الاحوال كنتم في رعاية الله السلام عليكم